فيما اجبر نصف الشعب السوري على النزوح الى خارج وداخل سوريا جراء الحرب التي يشنها النظام عليه لمطالبته برحيل بشار الاسد قرن الاخير رحيله بارادة الشعب لذلك وقال بشار الاسد انه جاء الى السلطة بالانتخابات ولن يتركها بقرار من مجلس الامن او الامم المتحدة لم يفت هذا الرئيس الاعتراف بفضل ايران ايضا بما تقدمه من تكنولوجيا عسكرية لجيشه الذي يقول انه يحارب الارهاب الذي يعرفه لنا بهذه الصورة بالمحصل اذا انطلقنا من حقيقة واحدة باننا امام عشرات الالاف من الارهابيين السوريين انا لا اتحدث الان عن اي ارهابي اتى من الخارج ارهابيين سوريين ابناء هذا المجتمع وعندما نتحدث عن عشرات الالاف من الارهابيين فيعني خلف اولاء الارهابيين هناك حاضنة اجتماعية هناك عائلة هناك القريب هناك جار هناك صديق هناك اشخاص اخرين يعني نحن نتحدث عن مئات الالاف وربما الملايين من السوريين اثنان وستون مدنيا هم حصيلة هذه الحرب اليوم واحد هو هذا اليوم ولمدينة الثورة داعمتها حلب الشهباء النصيب الاكبر من عدد الضحايا حيث قضى نتيجة للقصف العشوائي بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية قضى اكثر من تسع وثلاثين شخصا معظمهم من الاطفال والنساء حي الزهراء في مدينة حمص هو الاخر يمسي على انفجار يقض اركانه واكتفى المرصد السوري لحقوق الانسان بالاعلان ان الية ملغمة انفجرت قرب مجمع مدارس عيسى الفاحلة والسيدة الصفية وان خسائر بشرية وقعت جميع الجهات في سوريا مشتعلة فيما نصف الشعب على الاقل قد هجر في اكبر موجة نزوح منذ الحالة حرب العالمية الثانية وما تزال اقطاب العالم تتصارع فيما بينها حول امكانية حل سياسي يضمن بقاء القاتل او بالاقل زبانيته